موسيقى مرحبا بكم مجددا هذه جولة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم من موضوعات وقراء مختلفة نبدأ الجولة بالصحف المحلية وتحديدا من الجمهورية فيها الرئيس خلال لقائي مع سكرتيري العام الجديد للأمم المتحدة تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب الذي يهدد العالم نطالب بإحياء عملية السلام وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية مفتي الجمهورية لسفير ميامار مصر تسعى لحقن الدماء ونشر السلام في العالم من جانبها كتبت الأهرام تعاون مصري مع الأمم المتحدة لحل أزمات المنطقة السيسي يمنح مديرة اليونسكو وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهودها في تعزيز التعاون مع مصر الرئيس نمتلك برنامجا طموحا لتطوير الثقافي وتجديد الخطاب الديني لألاء قيم التسامح وهزيمة الإرهاب أما صحيفة الأخبار فجاءت أبرز العنوم السيسي ندعم الحل السياسي في سوريا وليبيا سكرتيري الأمم المتحدة من جامعة القاهرة مصر تساهم في حفظ السلام بشاجعة جيشها وشعبها وزير البترول ستة محاور لهيكلة قطاع الطاقة وتحويل مصر لمركز إقليمي مصر تعرض نجاحها بمؤتمر الصين للكبد وتنافس على تنظيمه في عام 2020 أما صحيفة الشروق فيها حركة المحافظين جاهزة والتغيرات تشمل من خمسة إلى تسعة محافظين اجتماع بين مصر وتونس والجزائر أول مارس لمتابعة أزمة ليبيا المالية تعدل سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيه حتى نهاية فبراير صحيفة اليوم السابع كتبت في عنوينها مفوضي مجلس الدولة تنظر اليوم دعوة العفو الشامل عن مبارك الكهرباء تستضيف تركيب 30 مليون عدات ذكي بتكلفة تبلغ 60 مليار جنيه في العام الجاري مصدر بالبترول نبحث عن الغاز في 6000 كيلو متر بالبحر المتوسط الأرصاد أمطار رعضية على سواحل الشمالية والصغراب القاهرة عشر درجات نتحول إلى مقالات الرأي في الصحف المحلية من صحيفة الأخبار مقال تحت عنوان الإرهاب ومعركة البناء يقول فيه الكاتب إننا نخوض الآن معركتين في ذات الوقت أو حربا شاملة ذات شقين أولهما التصدي للإرهاب وعصابات الضلال وقوى الشر وإفشال مؤامراتهم الإجرامية لإسقاط الدولة وثانيهما هي معركة البناء والتحديث والتنمية عن طريق إنشاء وإقامة بنية أساسية جديدة في إطار المشروع القومي الشامل لإقامة وبناء الدولة المصرية الحديثة والمعركتين تحتاجان إلى قوة الإرادة ووحدة الصف والعمل الجاد والمخلص لتحقيق النصر مع الإيمان المطلق بأن الله سبحانه لن يخذلنا ولن يضيع جهدنا نتحول في معرض قراءتنا الصحفية إلى صفحات الصحف العربية ومن صحيفة القدس العربية ترامب بعد موافقة نتانيهو حل الدولتين أو الدولة الواحدة مرتبطة بموافقة الطرفين اجتماع إيجابي ومعمق لرئيس الفلسطيني مع رئيس سي آي اي قتلى وجرحة في انفجار بمدينة الصدر العراقية وكشف كاميرات تجسس في مبنى الوقف السنية في جريدة الشرق الأوسط النظام السوري وداعش يحشدان لمعركة كبيرة في دير الزور أعفاء قائد المنطقة الشرقية وإرسال نائب رئيس الأركان لقيادة العمليات رئيس الإيراني في أول زيارة إلى مجلس التعاون بعد توطر العلاقات الدبلوماسية روحاني يبحث في الكويت عمان حل سوء التفاهم أما صحف الكويتية في جريدة القبس قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخ باليستي استهدف مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة الفينتاجون قد توصي بنشر قوات مقاتلة في سوريا الولايات المتحدة تعترف باستخدامها ألاف من قذائف اليورانيوم المنضب في طلعتين جويتين عام 2015 على سوريا أما جريدة الخليج الإماراتية ففيها الشرية تطالب الحثين بإلقاء السلاح وإخلاء صنعاء طلاء الرمح الذهبية تصل إلى مشارف الحديدة تأكيدات على حل دولتين والسوراليا تطالب بالاعتراف بفلسطين خبراء ترامب متذبذب وليس لديه رؤية لتسوية الصراع أما جريدة الحياء اللندنية فرصدت المبعوث الدولي استيفان ديمستورا يؤكد تكامل بين مفاوضات جناف في الثالث والعشرين من الشهر الجاري ومباحثات أستانا التي تستأنف اليوم لتثبيت وقف إطلاق النار تدعيات كارسية للحرب في جنوب السودان وتحذيرات من خروج سطوة الميليشيات عن السيطرة مما يهدد بإطالة أماد الحرب لسنوات طويلة لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو طاغ على معظم مقالات الرأي لعل أبرزها مقال بجريدة الغد تحت عنوان موت حل الدولتين يقول فيه الكاتب إسرائيل لم تكن تحلم بظروف أكثر ملاءمة من الوضع الحالي الذي تمر به المنطقة لتنفيذ مخططها دون تكاليف ضاهظة الشعب الفلسطيني أصبح رهينة للانقسامات التي لا تنتهي فيما كانت مخرجات الربيع العربي التي اندلعت في الدول العربية كفيلة بإخراج العرب من معادلة التأثير في مقريات القضية الفلسطينية وبالتالي باتت ظروف موتية لتنفيذ إسرائيل مخططاتها التوسعية وبغض النظر عن الموقف الذي سيتم الإعلان عنه فيما يتعلق بحل الدولتين في واشنطن اليوم فإن حل الدولتين أصبح مطلبا بعيد المنال هذه المرة نتوقف مع صفحات الصحف العالمية ومن صحيفة وولستريت جونال الأمريكية دونالد ترامب يؤكد أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإلهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لافتا إلى أن هناك خيارات بديلة تؤدي إلى السلام وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس يحذر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من أن واشنطن ستخفف التزامها تجاه الحلف في حال لم تزيد هذه الدول من إنفقاتها على الدفاع أما الجارديان البريطانية ففيها دونالد ترامب ينهي عقود من الدبلوماسية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط ويؤكد أن الولايات المتحدة لا تلتزم بحل الدولتين اندلاع عدد من حرائق الغبات في مدينة كرايست شيرس النيوزلندية وإجراء وإجلاء مئات السكان من جانبها كتبت صحيفة الاندبندنت البريطانية الكريم لين ينفي معلومات عن وجود اتصالات بين فريق دونالد ترامب وموسكو ولقاء مرتقب اليوم بين رئيسي الأركان الأمريكي والروسي في أذريبيجان البرلمان الأوروبي صادق على اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وكندا وهو الاتفاق المثير للجدل أبرز عنوين صحيفة لوموند الفرنسية جاءت غدد تصريحات صادمة للبيت الأبيض فرنسا تقدد دعمها لحل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تظاهرة حشدة في باريس احتجاجا على عنف الشرطة أما صحيفة البايس الإسبانية مطاعم في واشنطن تقرر إغلاق أبوابها في تحرك يجري تحت شعار يوم بدون مهاجرين احتجاجا على سياسة الرئيس دونالد ترامب المناهضة للهجرة منظمة أبحاث الفضاء الهندية نجحت في إطلاق 104 من الأقمار الصناعية كدفعة واحدة لتسجل الهند بذلك رقما قياسيا جديدا مقالات الرأي جاءت في الصحف العالمية توقعت فيها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصامت في التعامل مع قضية كوريا الشمالية يبعث على الأمل في إجراء محادثات نووية وقالت الصحيفة على مدار الستة عشر عاما الماضية رفضت الولايات المتحدة علنا الانخراط في محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية بذريعة أن ذلك بمثابة مكافأة لها على سوء تصرفها وفي الوقت نفسه خضت بيونج يانج سباقا لتطوير برنامج أسلحتها النووية ولكن مع وجود رئيس جديد وهو ترامب يبدو أن كسر الجمودة الطويلة الأمد بات ممكنا على نحو مفاجئ ويبدو أن البيت الأبيض يسعى إلى اغتنام الفرصة لفتح صفحة جديدة في التعامل مع كوريا الشمالية والتخلي عن سياسة أوباما المتمثلة في فرض عقوبات هذه وقفة مع رسوم الكاركاتير الأبرز نهاية الجولة الصحفية شكرا لكم وإلى ترجمة نانسي قنقر